السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيض ومتابعيني اهلا بيكم كل عام وانتم بخير هنعمل مع النهاردة مع بعض الالمزية او مهلبية امر الدين مهلبية امر الدين انا مش مشترية امر الدين انا مخزناه عندي هنا في البيت المشمش بتجيبيه وبتحط عليه السكر وتحطيه على البتوجاز بسلق يعني بسلق مع السكر زي الكمبوت بالزبط بعمله كده وبفرزه في الاكياس وبعمله بقى ايه عصير بتشربيه عصير او تعمليه اطباق المزية او مهلبية امر الدين طعمه بيبقى جميل جدا واحلى مليون مرة ومش مش اصلي لا بيتحط عليه نشا ولا الكلام ده كله وانا عاملا في القناة عاملا امر الدين زي اللي بنشتريه اللفات اللي بنشتريها عاملا بزيه بالزبط كده وطالع في منتقى الجميل وحلو جدا ويعني في شهر خمسة بيطلع المشمش ان شاء الله تعملوه نعاكم المزية امر الدين او مهلبية امر الدين طعمها في منتهى الجميل وطبعا المشمش انتوا عارفين بيزود الزكاء بينامي الزكاء عند الاولاد ومفيد جدا لولادكم طبعا انا ده مركز او يعني ده مش مش مركز او لازم ازوده مية زودته مية بابملة شفشأ كده وطبعا هو كسين عندي يعني كمية برضو بص تقيل ازاي يعني طالع معايا تقيل وجميل جدا ومركز ده مركز بقى هزوده برضو شوية مية على اساس ان هو ايه يبقى خفيف شوية لان انا بحط له ايه نشا معايا معايا تلات اربع معالي انشا في كباية وعليهم نص كباية مية نشا ومعاها ايه نص كباية مية وهقلبها كويس زي ما انت شايفة كده وهنزل بيها على الامر الدين او المهلبية اعملوا السبسكرايب يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم كده دوبت خلاص انشا كويس عشان ما يبقاش فيه كتولات ولا حاجة لازم تدويبي النشا كويس احط بقى النشا على المهلبية او العصير بتاع امر الدين وقلبه هنروح على بتجازة على طول هن ايه نسوي المهلبية بتاعتنا بتاعت امر الدين او الالماظية احنا كنا زمان نقول الماظية يعني ايه اللي هي مهلبية بامر الدين بقى الفهنة وشوفة حبيبي هي بصراحة كده مفيدة جدا كلها مش مش مفيدة جدا لولادك وطعمها حلوة اوي طبعا دي من حالة رمضان يعني طبعا امر الدين ده معروف في رمضان كل الناس بتحبه انا بقى معا عاملة معايا بقى النهاردة عصير قلت ما ورهو لكو عشان برضو تعملوه ده عصير برطقان بالجزر ده عصير برطقان بالجزر طعمه طحفة وانتو عارفين البرطقان فيتامين سي والجزر فيتامين اي و ايه وان شاء الله باذن الله ده مفيد جدا للعينين ومفيد اوي يعني يملوكو يقول مناعة جدا بس ما تحاولوش احطو فيه سكر كتير يعني ياريت اللي شاطر اللي ما يحطش في العصير سكر كتير خلاص كده حطيت النشا على المهلب على العصير واحطو عالبة وجازبو هقلب على طول عشان ما يكتلش معاك يعني بص يبقى سايب زي كده ما يبقاش فيه كتل تقلب تقلب لغاية ما يتقل معاك ولو احتاج معلقة او نشا نحط نحط معلقة او معلتين انت بقى ايه كل واحد والنشا بتاعته حسب ايه كل سنة وانتو طيبين رمضان مبارك عليكم ان شاء الله بدأ يتقل معايا زي ما انت شايف هبدأ بقى ايه خلاص اشيله بناغرف بقى في ايه في الكسات بتاعتي احلى ما شاء الله ايه امر الدين الالماضيات الامر الدين تحفة جدا مهلا بيت امر الدين دي هتعجبك واول حالة سهلة وبسيط وكل الناس بتحبه بقى الفة هانا وشوفها حبيبي هو طبعا طلع كمية معايا كتير يطلع الكسات دي وطلع كمان في اطباق تاني عاملها ما شاء الله يعني نطلع معايا كمية بصي كمان كمية اطباق وكمية كسات يعني نطلع معايا لو عندك عزومة هيكفي وهيزيد كمان معايا شوية جوزة الهند كده جوز هند بحطي شوية عليها وايه ونزين الطبق بتاعنا عشان شكله العين بتاكل قبل البقى لازم شوية ايه كده كده يخلي ايه الحاجة تتفتح نفسك عليها حطيت الجوز الهند وبعدين هحط معايا كريز انت عارفين الكريز الحلو بقى ايه هزين بيا انا عندي بقى شوية كده قلت ان ما حطوهم بقى ايه هدو منظر كده للأمر الدين بصراحة مهلبية امر الدين دي جميلة انا بحبها جدا طعمها حلو كده ومغزية جدا يعني فيها فيتامين اه بتاع ده المشمش فيه فيتامينات حلوة قوي بتنمي الزكاة ومفيدة قوي للحاجات كتيرة يعني ايه حاجة لونها اورنج كده بتبقى مفيدة جدا عشان تبقى عارفين فيها فيتامين سي وفيها فيتامينات كتير جدا انا عملت كا ايه عملت منه حطيت عليه جوسط الهند ووزبيب دولت بقى تاني غير الاولانين هناك انا عملت كمية كبيرة منه بصراحة ايه موفر جدا يعني ممكن تعملي حاجة حلوة تولد معاك يومين وتلاتة بكمية نشمش صغيرة والله وغهات المشمش وخزنيه في الوقت بتاعه مفيد قوي يعني هو بيطلع في في اخر شهر خمسة اه في ستة السنة اللي فاتت كالمشمش طول قوي وفرست منه عملت امر الدين لفت امر دين خشوا في القناة وشوفوها عملت امر الدين وعملت العصائل اللي هو العصير اللي انا حطاه في الكياس ده المشمش عملته كمبوت كده وحطته في ايه في كياس تطلع منه تعملي عصير تعملي منه حاجات كتير بقى بقى بألف هانا والشفاحة بيه بقى لبين تعملي منه مربى المشمش تعملي منه مربى تعملي منه حاجات كتير قوي بألف هانا والشفاحة بيه شكلها يفتح النفس بجد جميلة جميلة وطعمها طعمها اروع كمان من الشكل يعني الشكل والطعم وتفضلوا معنا حبايب قلبي وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم عليكم جميعا في رعاية الله وما تنسوش مع السلامة وما تنسوش تعملوا اللايك اللايك مهمة قوي حبايب قلبي ربنا يسعدكم كده كلكم تحطولي اللايك كده وتفرجوا على ايه على الفيديو وان شاء الله هيعجبكم ومع السلامة وبي باي